مثلا نادي الزمالك بالظروف اللي حصلت له والعيبة مشت وما كملتش ومجالس إدارات ووقف القيد وي وي أكبرت نادي الزمالك ان هو ايه يدفع بالناشئين ومع ذلك اما ادى فرصة للناس ده ناس دلوقتي بقيت برضو نفس الكلمة اللي انت بتقول عليها زي ما قلت على الآله يقولك اللعيبة دي فين نفس الكلام برضو جمهوريزي برضو اللعيبة دي فين اذا انها مش كل مرة لازم تبقى خسرانة اعتمادة على الناشئين النادي الزمالك تحسب له ان في ظل عدم موجود بين شرقي وطارق حامد وابو جبل انك بتبدي الناشئين ويظهر زي اللعيب زي يوسف أسامة نبيه واسيف فاروق جعفر واسامة عب مجيد واسامة عب مجيد المساك محمد طارق المساك وسيد نمار وسيد نمار اظهره بشكل كويس جدا تحسب لمدير فني انك في ظل ان انت بتنافس عالدوري وغاب عنك 3-4 العيبة قسين انك بتبدي العيبة ديت ومش بشكل كويس جدا فالنادي الاهلي زي ما قلت ركبت انه اتأخر جدا في انه يدفع بالناشئين كان المفروض ده الموضوع ده كان يحصل من بدري شوية وكان المفروض اللي يعمل الكلام ده كان مستر موسيماني اللي هما كانوا متوجدين وبيتمرانوا معاه طيب لو قلنا مثلا ان النادي الاهلي هيبدأ بقى من المسم الجديد العيبة دي هتبتدي تاخد ثقة اكتر هتبقى موجودة مثلا بشكل اكتر شايف انها العيبة دي بقى العيبة اللي موجودة شايف صفقات النادي الاهلي اللي ينقص النادي الاهلي المراكز اللي تنقص النادي الاهلي شايفها ازاي ايه اللي مطلوب من وجهة نظرك انت انا من وجهة نظري بصراحة يعني وعلى ما اعطاكت ده برضو يعني رأي الشرع المصر اللي هو بيشجع جمهور النادي الاهلي بيشجع نادي الاهلي إن النادي الأهلي محتاج على الأقل مش أقل من 7-8 لعيبة سوبر يكون منهم 2-3 محترفين النادي الأهلي عنده مشكلة في النواحة الهجومية عنده مشكلة في الجزء الأمامي محتاج 9 يكون حد سوبر ومحتاج هافين يكونوا سوبر بعتب عن النادي الأهلي في العين اللي كانت بتختار الصفقات اللي جات الموسم اللي فات والقبل يعني في خلال 3 موسم اللي فات أنا عايز أقول لك على حاجة أنت دلوقتي بتقول 9 سوبر ولا أنا شايف حسام حسن أما حيبتدي ياخد أو مش أما حيبتدي ياخد حسام أما ابتدى ياخد حسام أنا شايف أنا مقتنع جدا بإمكانياته جدا بإمكانياته وهو أنا شايف يعني أنت الحد المبارح النادي الأهلي بيتعدل مع حسام عمل جيم كبير جدا حتى لو كان مضياء له فرصة بس عمل جيم كبير أحسن لاعب في فرقة النادي الأهلي حسام حسن عشد تدى يلعب من أول ما مسك حوالي خمس ست مباراتك في السنة أمصان هيا دي بدأت ظهور حسام حسن أن أنت كمدير فني مقتنع بحسام حسن وتدية تديره بعد ما مستر موسيما يمشي فإذا أنت مقتنع بي لما خد ظهر مباراة عن التانية عن التالتة بقى فعلا بقى يعني تحس المهاجم تقيل بيالعب نادي الأهلي ولكن أنا ليه بكلم على مهاجم سوبر 9 يجي نادي الأهلي موسم طويل جداً أفريكيا وكاس ودوري والإصابات كتير جداً في النادي الأهلي نادي الأهلي لو جيت كابتن على مدارة الـ 4-5 سنين اللي فاته كل موسم من 9-11 لعيب إصابات ويجي لك في وقت يا إما الخط الخلفي كله فيهم 3-4 إصابات يا إما الخط الأمام تلاقي 3-4-5 إصابات السنة دي والسنة اللي فاتت لأنها 3-4 سنين فتلاقي أكتر فرقة فيها إصابات النادي الأهلي وده اللي تكلم عليه خد بالك كسوارش وده وقت هيقديني السؤال اللي يسألك انت مد اقتناعك بسوارش إيه لأن سوارش دلوقتي وبعد النتائج مثلا ناس بإيه ناس معه وناس ضد ناس بتهجمه وناس بيقولك شكله ما عندوش الجديد ومش مدرب وناس تانية تقولك لا ده ما عندوش وقت وبيلعب كل يومين والثالث ماش وما دربش وي وي وكلام وأنا واحد من أنصار الناس دي اللي هو الراجل ما خدش فرصته أصلا لحد الوقت وكل مرة هو بيتكل انت مدى قناعتك بسوارش وأخدها من الزاوية دي ولا من الزاوية دي بسكت أنا قناعاتي من البداية أن كان كابتا ساني أوصاني كان من الموسم وتبدأ تجيب سوارش أو غيره من بداية الموسم الجديد عشان تبدأ تحاسبه بصفقاته الجديدة بالتين بقى بتاعه وما فيش إصابات ويبدأ الموسم بتاعه يعني دي كانت قناعاتي أن كابتا ساني أوصاني يكمل الموسم سواء نادي الأهلي خد دوري أو ما خدش دوري لأنه كان ماشي كويس حتى الفترة اللي مسكة كابتا ساني كان ماشي كويس جدا الفترة اللي مسكة مستر سوارش الفترة اللي فاتت أنا بكلامك بأمانة يعني مش شايف أي إضافة هو حتى حتى لو أنا بلعب بالناشئين أو بلعب اللعبة المتاحة عندي أنت بتلعب في نادي الأهلي معنا كده أن أنت لعب نجمي لعب سوبر طالما أنت متواجد في نادي الأهلي ده بس بقولك أنت كده بقى تفتري على الرجل في إضافات أو على الأقل خط الدفاع والأرقام بتقول أن الأهلي دفاعيا نتحسن كتير جدا بس كابتا بتيجي مثلا في حاجات في السوابت مفيش شغل فيها بتيجي بتلعب مثلا فرقة زي طلقاء الجيش بتلعب فرقة زي سموحة يعني مفيش حلول في النواحي الهجومية يعني أنا مش شايف برضو بصمة يعني مثلا ميستر فيلر أول ما جي أول سبع مباريات على المعتقد كان مسجد 24 جول آه تمام كان معا التيم الأساسي وكله جاهز وكلام ده بس في بصمة بتظهر حتى في السوابت في القران الفولات في رؤية للمدرب أنا شفته مثلا في أول 4-5 مباريات مجرد ما بيجي في جول بشوفه راح قاعد عبدكة وابتدى يفكر اللي هو بحس نوة تاي آه مش مش عارف أسماء اللعيبة وكل حاجة بس في مدير فني تلاقيه وقف على الخط برضو عنده رؤية وتقيل لكن أنا ما شفتش لحد الوقت في خلال المدربات اللي هو العيبة إن في بصمة وحطها في نادل آله